اشتركوا في القناة المؤلف قال في الباب الثاني باب فضل التوحيد complicated وما كفره من الذنوب لو القائل هذا الباب يدل أن المؤلف يرى أن التوحيد ليس بواجب نقول لا قدم اي باب باب وجوب التوحيد قدم اول باب وجوب التوحيد عندنا قائد يذكرها العلماء ان ذكر فضل الشيء لا يعني ان الشيء ليس بواجب من صام رمضان ايمانا واحتسابا هذا لا يعني انه صيام رمضان ليس بفرد صلاة الجماعة هذا لا يعني أنه صلاة الجماعة ليس بواجبه مفهوم إذا ذكر فضل الشيء لا يعني أنه الشيء ليس بواجب ونقول المؤلف قد جاء لماذا جاء بهذا الباب قلنا جاء بالباب الأول حتى يبيق أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فنى في فضل التوحيد حتى تشتار لأن كثير من الناس لا يريد يسمع التوحيد والله لو الدرس هذا درسنا في كتاب النكاح شوف ما شاء الله تنشرح الصدور أعوذ بالله وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستفشون ابن سعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية منظومة قواعد فقهية في كل شرح عندما شرح هذه المنظومة في كل موضع لا يأتي بمثال فقهي يأتي بمثال في التوحيد لماذا؟ لأنه عرف سبب وجوده في هذه الدنيا وأن التوحيد هو أصل الأصول صح؟ أي نعم ولهذا قالوا الفقه الأكبر في ماذا؟ في العقيدة بالتوحيد إذن لابد أن يكون شغلك الشامل هو التوحيد فضل التوحيد حتى تشتاهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر